اشتركوا في القناة شو شفتي هناك؟ أوكي قبل الغرفة كان فيك تحديدات كثير لزيارات المحامين يعني كان كثير في صعوبة لهذه الزيارات من قبل إدارة السجون بعد إلحاح أن أنا بدي أزورها تم تعيير الساعة يوم الجمعة لعشر دقائق فقط فأنا لما دخلت عند هيبة كانت كثير تعباني ووضعها مقلق لأنه كان عندها جفاف في الفم نغزات شديدة في القلب حتى قلت لأنه عم بجعني قلبي يعني وكان فيه على جسمها بقع بنية بتقولي بتسيبني منها حكة وكمان وجع شديد منها بقولها من إيش هاي بتقولي نتيجة نقص الفيتامينات والأملاح حكت لي أنه كمان صار عندها تخثر في الدم كمان كريات الدم البيضاء والحمراء صار فيها هنخلل نقص في فيتامين كي وحاليا عم بيحاولوا يوازنوا كل هاي الفيتامينات والأملاح قبل ما أسأل عن معنويات هبة رح أسأل عن وعيها عم بتقول إنها عم تعطي معلومات مع وعي كامل هي مع وعي كامل اليوم؟ آه بعدها بتتواصل هبة مع العلم بتحكي ولكن بلش شوي صعوبة عندها بالحكي طبعا هاي أعراض الإضراب اللي بيسيب عندها كمان دوخة غثيان الشعور إنه دايما بالتقيق هي بقى على فترة طويلة مقاطعة عيادة السجن وأيضا مقاطعة الأملاح والمدعمات والفيتامينات فقط في تدخل ونصيحة منا إحنا كمحامين اللي هي اقتنعت إنه لازم تأخذ لأنه إحنا بدنا إياها كمان سليمي معافا لأنه بسبب ممكن يسبب ضرر اللي مش ممكن يتصلح وأنا شرحت لها عن كمان صعوبة إنه خطورة مع عدم أخذ الأملاح لأنه ممكن يكون في تعفن في الأجزاء الداخلية عندها بالجسم مفهوم معنويا؟ معنويا كثير قوية صمودها صمود أسطوري حتى باعتراف إدارة السجون واعتراف المحققين واعتراف الاستخبارات السجون لأنه وأنا صراحة صلي زمان بإلباع في مقابلة أسرة وأسيرات أقوى أسيري مرأت علي ومن الرجال قلائل جدا كثير معنواتها عالية بتشكر كل حدا بنضامن معها بتشكر كل حدا وقف كتب عنها كلمة وبتشكر كمان الأردن حكومي شعب وديوان ملكي معنواتها كثير عالية بتحكي عن كثير ما لامت على التقصير ما قالت أنا مش حاسة أنه كل جهة عم تزدني على الجهة التانية سياسيا صراحة الحكومة الأردنية ممثلة بسفرتها القنصل كان يزورها بشكل والحديث اليوم بزورها بشكل دائم كان زيرها قبلي بيوم وكمان هي بتتأمل أن يكون في ضغط أكبر ولكن هي بتحكي لي أن أنا درست نفسية المخابرات خلال 35 يوم تحقيق صعب جدا وقاصي وظروف قاصية جدا اللي بتخلي اللي حدا ما عملش إشي يعترف بأخياء مش معترف فيها بتقول لي أنا قدرت أفهم نفسية المخابرات الإسرائيلية ومش متوقعة من هنا يوافقه على إطلاق صراحي يعني الحرية إلى الهبة اللبدي والحق لقضيتها العادلة شكرا حنان كان مهم وجودك معنا شكرا يعطيك ألف عافية تستمر للحمل الشعبي لإطلاق صراحيبا وعبد الرحمن في فعالياتها التضامنية حتى الإفراج عنهما وهما المعتقلين تعسفيا بلا تهمي اعتقال إداري بالإضافة لجميع طبعا الأسرى الأردنيين القابعين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 23 أسير أردني والكشف أيضا عن مصير عدد من المفقودين وطلبت الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤوليتها بالإفراج عن أبناء الأردن بشكل عاجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر